انتقادات حكومية تنذر بتصاعد الخلاف مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث مجدداً الانتقادات وردت في سياق تغريدة لوزير الإدارة المحلية عبدالرقف فتح على خلفية تصريحات لغريفث دعا فيها إلى مفاوضات شاملة بدون شروط مسبقة الوزير فتح اعتبر أن المبعوث الأممي يحاول التغطية على فشله في إلزام جماعة الحوثيين بتطبيق اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين في وقت يعود فيه زيارة صنعاء التي وصلها الخميس بالتزامن مع زيارة يقوم بها ثلاثة سفراء أوروبيين يتحركون على خط الوساطة ذاتها التي يسعى فيه المبعوث الأممي متجاوزاً كماً هائلاً من التعقيدات غير المحسومة حتى الآن ذهب الوزير فتح إلى حد اتهام غريفث بأنه يخالف قرار تكليفه ويذهب في تصريحاته خارج المرجعية الثلاث للحل المجمع عليها محلياً ودولياً ويحاول التضليل عبر تقديم تفسير جديد لاتفاق الحديدة مختتماً تغريدته بالتأكيد أن الحكومة تدعم الحلول التي تنهي الحرب ولا تؤسس الحرب قادمة كان غريفث قد عبر عن اليقين بأن الجميع بحاجة إلى اتفاق سلام يتعامل مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية وعبر عن اعتقاده كذلك بأن الحل الشامل من شأنه أن يجعل التنفيذ الكامل لستوكولم أسهل بكثير سبق للحكومة أن تبنت في مايو من العام الماضي موقفاً غاضباً من المبعوث الأممي كاد أن ينهي مهمته في اليمن لكن مساع بذلها أمين عام الأمم المتحدة أنهت الخلاف وسمحت باستئناف المبعوث لمهامه التي لا تزال تكرس النهج المتصالح ذاته مع الانقلابيين بعد عامين من المهمة المتعثرة لغريفث لا دل إلى على أن الرجل سيغادر مهمته كما فعل سلفاه جمال بن عمر واسماعيل ولد الشيخ فهو كما تراه الحكومة معنياً بتوفير مظلة للحوثيين الذين يدفعون بالبلد من حرب إلى حرب ويتجاوزون كل الخطوط الحمر دون رادع حقيقي من جانب المنظمة الدولية على إثر أحدث الجرائم الحوثية في مارب لم يفعل غريفث أكثر من إصدار بيان دعا فيه الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهديئة الأنشطة العسكرية بما يتضمن حركة القوات والغارات والهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية والالتزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقاً للتهديئة وتعزيزها